اهلا بكم الى نشرتنا الاقتصادية نبدأها من ريف دمشق حيث تعاني مناطق مضايا بقين والزبداني من تفاقم الاوضاع المعيشية والانسانية مع استمرار الحصار الذي يفرضه النظام منذ اكثر من ثلاثة اشهر وحسب المكتب الاعلامي لقوى الثورة السورية فان اكثر من ثلاثمائة محل تجاري مغلق لعدم توفر البضائع وفي حال توفرها فهي تباع باسعار جنونية كما يوجد اكثر من الف وستمائة وخمسين طفل في المنطقة حياتهم معرضة للخطر في ظل عدم توفر مادة الحليب حسب ناشطين وفي حلب قام المجلس المحلي للمدينة وبالتعاون مع منظمة احسان الاغاثة والتنمية قام بتوزيع 10 الاف سلة اغاثية على 27 حي في حلب المحررة يتي هذا في وقت تعاني فيه المناطق المحررة في المدينة من ارتفاع كبير في الاسعار مع استمرار تعرضها للقصف المتواصل من قبل النظام الامر الذي يزيد من حاجة السكان والاسيما النازحين منهم الى تلك المساعدات الاغاثية بعد عنفات الهواء والعنفات المائية اهل الغوطة الشرقية يلجأون الى استخدام حفر الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في ظل استمرار الحصار الذي تفرده عليها قوات النظام منذ ما يقارب ثلاث سنوات وترتكز هذه الحفر على مبدأ تخمير الفضلات الحيوية واستخلاص غاز البوتان الطبيعي لتشغيل الموالدات الكهربائية كما انها قادرة على انتاج ما يقارب ثلاثة الاف واط بالساعة ولمدة خمس ساعة متواصلة اصدر المجلس المحلي في مدينة الرستنبيري في حمص وبالتعاون مع المجلس العسكري في المدينة اصدر بيانا بوقف هدم المنازل ولأي سبب كان الا بعد موافقة المجلس المحلي وذلك منعا للاتجار بموادها هذا ويعتبر البيان بمثابة تكليف رسمي للعسكريين في المدينة بمصادرة الآلات والمعدات الورشات التي تخالف ذلك ويتم تحويلها الى قسم العمليات في الرستنبيري اوضاع السوريين في بلدان اللجوء اكد وزير الاقتصاد الالماني زيغمار جابرييل اكد ان زيادة الانفاق الحكومي على اللاجئين يعد بمثابة تحفيز لاكبر اقتصاد في اوروبا مضيفا انه عندما يتعلق الامر باللاجئين فان مليارات اليوروهات التي يتم التخطيط لاستثمارها في التعليم ورياض الاطفال والمدارس سيكون لها اثر ايجابي على الاقتصاد في المانيا وفي سياق متصل دعا وزير المالية الالماني الى تخفيض المساعدات المقدمة للاجئين وفق برنامج مساعدة العاطلين عن العمل حسب وكالة الانباء الالمانية حيث يحصل طالب اللجوء الافراد على مصروف جيب قدره 143 يورو كل شهر فيما يحصل البالغون الذين لديهم اسر على 129 يورو كل شهر ايضا ومبلغا يتراوح بين 85 و 92 يورو عن كل طفل بحسب اعمارهم ذلك في فترة ما قبل الحصول على الاقامة وفي اسعار العملات بالاسواق المحلية عاد الدولار ليوصل مسيرة ارتفاعه امام الليرة السورية فسجل سعر الصرف الدولار مقابل الليرة سورية في دمشق قرابة 339 ليرة فيما سجل سعر الصرفه في حلب 341 ليرة سورية للمبيع ايضا موسيقى موسيقى قام مصرف سوريا المركزية التابع للنظام باعدة تحديد اسعار الصرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية محددا سعر الدولار بـ 316 ليرة سورية و 55 قرش كسعر وسطي للمصارف و 316 ليرة و 57 قرش كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة في حين انه حدد سعر الصرف لدولار الحوالات الشخصية بـ 315 ليرة سورية فقط و الى اسعار المعاد حيث شهد المعدن الاصفر ارتفاعات طفيفة في الاسواق المحلية بعد يوم من تسجيله لاعلى اسعار في تاريخ سوريا فسجل سعر جرامي الذهب من عيار 21 11275 ليرة حسب تدولته في الاسواق السورية فيما وصل سعر جرامي من عيار 18 الى 9663 ليرة سورية ترجمة نانسي قنقر عربيا صرحت الجزائر انها تنوي اعتماد سعر 45 دولار لبرميل النفط كقاعدة لاعداد قانون الميزانية للعام القادم والذي من شأنه ان يساهم في دفع عجلة النمو في البلاد من دون اللجوء الى التقشف وكانت ارادات جزائر العضو في منظمة الدول المصادرة للنفط أوبيك قد انخفضت الى نحو النصف خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية ذكرت مصادر تجارية ان الاردن قرر شراء ما يصل الى 78 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة رويل تاتشيل والتي ستغطي تسليمات 2016-2017 وكان الاردن قد وقع مع شركة الطاقة البريطانية الهولندية اتفاقا مدته خمس سنوات تقوم شركة من خلاله بتوريد 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال الى البلاد اي ما يغطي ربع احتياجاتها من الكهرباء توقعت مصادر نفطية عراقية ان يشهد العراق ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصادرة للنفط اوبيك توقع زيادة في انتاج الخام للعام القادم وبحسب تلك المصادر فان البلاد تخطط لان تصل صادرات العام المقبل من جنوب العراق الى اكثر من 3 ملايين برميل يوميا في حين ان حوالي 60% ستذهب الى اسعار شركة تسويق النفط العراقية سومو وفي التقرير العالمي النفط والدولار يهويان والذهب يتعافى الى اعلى مستوياته في ثلاثة اشهر وفي موضوع اخر 1% فقط من سكان الارض يملكون نصف ثروة العالم هذه الاخبار وغيرها في التقرير التالي نتابع تراجعت اسعار النفط في العقود الاجلة عقب تسجيل الخسائر على مدى يومين بفعل المخاوف من تخمة المعروض وطباطئ الطلب الى جانب تأثير طباطئ الاقتصاد الصيني حيث هبط سعر مزيج خام برينت 19 سنة فيما هبط الخام الامريكي الى 46 دولار و54 سنة للبرمية هبط الدولار الامريكي الى ادنى مستوياته في سبعة اسابيع مقابل سلة من العملات الاجنبية متأثرا بمؤشرات جديدة لتباطئ النمو في الولايات المتحدة والصين الامر الذي يثير الشكوك حول قيام المركزي الامريكي برفع معدلات الفائدة وتراجع مؤشر العملة الامريكية بمعدل 95% واصلت اسعار الذهب اتفاعها باكثر من 5% الى اعلى مستوى لها في ثلاثة اشهر بفعل مخاوف من ان البنك المركزي الامريكي سيؤجل رفع اسعار الفائدة وصعد المعدن الاصفر في معاملاته الفورية الى 1173 دولارا وستة وستين سنة للانصة فيما ارتفع في التعاملات الاجلة الى 1173 دولارا وسبعين سنة كشف تقرير دولي مؤخرا ان نصف الثروة في العالم ترتكز في يد واحد في المئة فقط من سكانه وان اكثر من 70% من سكان العالم لا تصل ثروة الواحد منهم الى 10 الاف دولار في حين تتراوح ثروة خمس سكان العالم ما بين 10 و 100 الف دولار وبحسب التقرير فان عدم المساواة في الثروة يزداد في العالم منذ عام 2008 حتى اصبح الواحد في المئة الاكثر غنى يستحوذ على اكثر من 50% من الثروة في العالم ختام الفقرة الاقتصادية اشكركم على حسن المتابعة ونعود اليك ميرا شكرا تهاما هذه الجولة مستمرة وتتابعون فيها ايضا شكرا